اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في المرة السابقة حينها واشارنا يعني مجرد اشارة خفيفة ان الفتحة تحتوي على موضوعات القرآن الكريم او محاول القرآن الكريم وحتى نتعرف على ذلك الفتحة لابد ان نتعرف اولا على محاول القرآن الكريم او المعيوات الرئيسية للقرآن الكريم الحقيقة كان كبير جدا من المعيوات تعرض لهذا الموضوع وكل قسم موضوعات القرآن الكريم او محاوله الى مجموعة من المحاول او الموضوعات كل على حسب نظرته للمحاول لكن في النهاية امت جمعهم مع بعض وتعيد تقسمهم من جديد هي لفعل المحاول القرآن الكريم نأخذ انفن كده عندنا مثلا من نظر الى الاسلام وبالتالي الى القرآن ان ينقسم الى محورين رئيسيين والمحور الاول هو العقيدة والمحور الثاني هو الشريعة وعندما تنظر الى ما يريد في العقيدة فانما يقصد الامام بالله وما ورد في البعث والحساب والجزاء والعقاب والقدر وعالي المحاول كل ما يتصل به بالعقادة ثم جعل الشريعة تشمل فلافة افرع رئيسية اللي هي تشريع العبادات الاوامر والنواهي تشريع المعاملات من بيع وشراء وزواج وطراء كل هذه الاشياء والاخلاقيات جعلها جزء من التشريع لانها مرتبطة بالمعاملات لانها مرتبطة بلايه؟ بالمعاملات مثل العدل مثلا مثلا يعني تجريم الظوم مثلا ما هذا مرتبط في احلاقة الحاكم بالمحكوم عدم الغش مثلا الخيانة الامانة الصدق الكبر كل ده موجود في المعاملات اليومية فجعلوا مع المعاملات ومع التشريعات وان كان محور الاخلاق لا ينفصم لا عن العقيدة ولا ينفصم عن الهات ولا ينفصم عن التشريعات لكن هكذا تقسم عقيدة وشريعة وزعم العقيدة كل ما يتصل بامور الاعتقادية والشريعة هو ينقسم الى تشريع عبادة وتشريع معاملات واخلاقية تطبيق العبادة والمعاملات ده تقسيم وده تقسيم القرآن فيه فيه تقسيم اخر خالنا اياه تنقصد الى محاول رئيسي عقيدة وكل ما يتصل به عبادة منفصلة وكل ما يتصل به وتشريع وكل ما يتصل به واخلاقيات ليه هو جعل الاخلاقيات هنا اه منفصلة عبادة المعاملات والتشريع قال ان الاخلاقيات فيها اخلاقيات هو داخل في المعاملات مباشرة وفيه موج داخل في المعاملات مثلا يعني عشب الانسان بنفسه لا يؤثر في بيع ولا في شيء مثلا يعني ولا يؤثر في ظب ولا في غيره الكبر قد يؤثر لان انسان اذا تكبر غمض الحق غمض الحق يعني برهم الناس واحتقرهم لكن لعجب او ادمان الرياء ممكن واحد بيحب بيعمل اشياء عايز الناس تنفحه عايز الناس تتكلم عليه فقل الاخلاقيات وردة كثيرة في القرآن الكريم ويعني منها اخلاق خاصة بالنفس وفيه اخلاق حسة بالعلاقة مع الله نفسه مثلا يعني لان حتى الشرك بالله ربنا جعله من الاخلاقيات الفاسدة وجعله من اسوأ الاخلاقيات قال ان الشركة لا ظلم عن غيره فبعض مقالة هي محور عقائدي ومحور عبادة في تشريح العبادات بالامر بالصلاة والصيام والزكاة والحج فيها ما فصل وفيها ما اجمل وترك في بعضها الافصيل للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال صلوا كما رأيتمون مصدي خذوا عني مناسككم كده يعني هو اللي فصل انصيبة الزكاة والشروط الموجودة في الاموال حيث لمشوا موجودة في القرآن الكريم القرآن الكريم بس وآتوا الزكاة وبما رزقناهم من فقود من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم من نصراتك سكن لهم ذكروا بعض المصاريف لما صلقاتهم الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في الهم إلى آخر المصارف التي ذكرت في الآية لكن تفصيلات هذه الأشياء ذكرت إلى تركات للسلم فجعل محور التشريع العبادي من عبادات خاص لوحده وجعل التشريعات هذه خاصة روية تمام؟ طيب هذا أيضا تقسيم في تقسيم مشهور أوي طلع به الشيخ محمد الغزالي في كتابه المحاول الخمسة للقرآن الكريم أيضا بس قسم فيه بقى يعني ما جعل يعني جعل العقيلة تشمل يكان يكون يعني فلاثة محاول لوحده فجعل مثلا التعرف على الله هدف رئيسي من أهداف القرآن الكريم التعرف على الله وثم جعل الكون الدال على خالقه جعل محور قال إن محور كبير في القرآن الكريم ذكر آيات الله في الكون ليدل على أن الكون ايه؟ خالق دول برضو عقاة مش كدو اللي ايه؟ دول عقاة ثم تكلم عن محور البعث والحساب والجزاء والعقاب على إيه محور يا؟ مستقيم لو وصلنا للثلاثة دول هلأ الفلاثة دول عقيدة يعني إلا المحور عقيدة ممكن يقصد الفلاثة دول تمام؟ ثم جعل القصص القرآني بمفرده ايه؟ محور يعني أن ده محور لوحده لأنه يستوعب جزء كبير من القرآن الكريم طيب إلا ما راحوش في المحاول كيف ينظر إلى آيات القصص القرآني في القرآن الكريم؟ كيف ينظر إليه؟ ينظر إليه على أنها وسيلة من وسائل تثبيت العقائد والشراء تثبيت العقائد والشراء يعني ليس هدفا في حد فاته إنما ذكرت لتخدم الفكرة تخدم فكرة العقائد وتخدم فكرة الصدق والاستقامة في الشراع يعني مثلا لما نبص مثلا لقصة شعيب مع قوم كان يتكلم على القصة ذكرت وتعالج معنا خلق ألا وهو يعني الصدق في البيع والشراء وعدم تضفيف الميسان تمام؟ ولذلك كان نظمتهم عليه أنه يعني يعني إنتبه أنت كايب لنا تغمرنا في أموالنا يعني ألا نقع في أموالنا ما نريد إحنا إحنا حرين في الأموال يعني مثلا بتعالج مثلا قضية الأموال تيكف قصة صدق أرهيم بتعالج قضايا كثيرة منها مثلا الاعتقاد نفسه إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين فلم نحب إسلم مجوعة ووصى بها إبراهيم بنيه برضو في العقائق عن كل جالات حضر يعقوب الموت مثلا فهذه كلها تضوف في محور العقائق هذه مثلا في قصة صدق إبراهيم برضو كيفية البراءة مثلا إنها مراءة منكم ومما تعبدون من دون الله مثلا تأتي مثلا علاقة الإبن حتى مع الأب لو كان الأب كافر ولو كان الأب هو الذي أشترك معه في كده يقول سلام عليك سأستغل لك رب إنه كنبي حفيه فلما تأخذ قصة صدق إبراهيم هتلاقيها قصة هي في الحقيقة وسيلة وليست هدفا في حد ذاتها لتعالج أمور معينة مثلا يعني قصة يوسف التي ذكرت فيها أشياء كثيرة جدا بتعالج العقيدة أو بتعالج التربية أو بتعالج العفة والأخلاق وبتعالج أشياء والصبر الصبر الذي ليس له حجوم مثلا بتعالج هذه الأشياء ونائما الرب الله سبحانه تعالى يذكرنا إن هذا القصص لقد كان في القصصين عبرة يعني القصة مساقة لهدف الهدف نقطة يكون يخدم محور الأعطاء أو يخدم محور محور الأخلاقية فهو اللي مجعلوش محور اعتبروه وسيلة لتثبيت هذه المحاول الرئيسي فما اعتبروش محور مستقيم الشيخ الغزال اعتبرو محور مستقيم لإنه لأنه ربقا بيستوعب جزء كبير من القرآن الكريم وأنه القصة بحد ذاتها هي نفسها يعني يعني يثبت أحيانا العقائب أكثر من الكلام المجرد يعني مثلا الناس اللي حب تسمع قصة يوسف اللي حب تسمع صورة يوسف لفا إذا ممكن تمثل من خلال القصة العقائب والأخلاقيات والناس في حالة استقبال سهلها فاعتبر أن ده محور كثير ومحور بسيط وجعل المحور الخالس لأخلاقيات ونكس فيها على ما يحب الله وما يكره لها هذه الأخلاقات اللي ربنا عايز الناس تتمثل إذا المحور الخامسة اللي تكلم عليها الشيخ التعرف على الله الكون الدل عليه على خالته وجاء هنا بالقصص رقم ثلاثة وأم جاء بالبعث والحساب رقم أربعة وأم جاء على الخامس اللي هو إيه نسيته أنا من الخامس ده هو إيه أيوة ما يحب الله وما يحب وما يكره الله بارك الله فيك صح يا عم جاء زكا بخير طيب خلونا ناخد إن تقسيم يعني يكون أنسب مع يعني أو أسهل أو يجمع هذه التقسيمات الجميع الحقيقة محور رئيسي في القرآن الكريم بنسميه محور الإيمان اللي هو الحقائل يعني بس الكلمة الحقيدة لم تنقل بلافظها في القرآن الكريم وإحنا بنتكلم عن القرآن الكريم ما دهيتش كلمة عقيدة في القرآن الكريم إلا ورد كفع ويقصد بها لم يقصدها الحقائد الاعتقادية ذكرت ماذا لا يواجدكم الله باللغوية وياه بأيمانكم وياه يواجدكم بما عقدتم عليهم ياه عليهم الأيمان فده ده ده ورد لم تلك في معرض الاعتقاد إنما وردت في معرض في معرض التصميم على شيء معي إنما في القرآن الكريم كله بيستخدم نفظه الإيمان الذين آمنوا وعملوا صالحة حتى الكفر أحيانا سمه إباد من وجهة نظر المعتقدين فيه آآ تنفع نفسه إيمان لم تكن كسبت في إيمان أخير مثلا يعني وآآ لا ينفعكم إيمانكم مثلا يعني فلما وشو ده بدكم؟ هو المقصد به الكفر إيمان وممكن مرض المؤمن يتكلم عن أنه كفر بشيء كفر منكم كما قال سيدنا إبراهيم فمحور أساسي هو محور الإيمان ده محور أساسي الإيمان معناه الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى تمام؟ والإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر والقادر الخيري وشره وهذه الأشياء بنجد مباشرة من لوازم هذا الإيمان إن الله له أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق وكذا وأنه هناك بعث وحساب وجزاة وعمل إذن لا يمد أن تكون هناك أوامر ونواهي شكرا عليه الأوامر والنواهي أهم هي ما كان لله مباشرة ربنا خلقك من أجله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالعبادة دي هدف أسمى من خلق الإنسان هو الهدف الأسمى من خلق من خلق الإنسان والقول هنا في الحالة دي يقول المحور الثاني هو محور العبادة محور العبادة طيب المحور الثالث نسميه محور صلاح البشر صلاح الحياة الدنيا وهذه تنضبط بشيئين بضبط معاملات الناس بعضهم ببعض بضبط معاملات الناس بعضهم ببعض وأخلاقيات الناس مع نفسها حد تمام؟ والتعرف على الكون والقيام الوظيفة فيه يبقى دا محور موجود في القرآن الكريم يبقى عنينا محور اللي هو صلاح البشر يعني القرآن نزل لخير الدنيا والآخر شكرا لك خير الآخرة في حسن الاعتقال ولمحور وفي الاتزام العبادات التي أرى الله بها ولمحور دا خير الآخر طيب خير الدنيا اللي هو الأمر اللي صلاح دنيا الناس لان صلاح دنيا الناس هدف من هدف الإسلام وانا مش هدف هدف من هدف الإسلام صلاح دنيا الناس يمتصم إلى عدة تشياء رقم واحد ضبط معاملات الناس بعضهم مع بعض أخلاقيات الناس الخاصة والعامة الأمر الثاني وهو ددليل الناس أو قيام الناس بواجبهم تجاه هذا الكون الأضع أن رب نجعل هناك مهمتين موجودة في القرآن الكريم المهمة الأولى ما خلقت الجن والإنسان إلا إيه؟ ليعبدون إن دي صلاحي آخر تمام؟ لكن في نفس الوقت قال إني جاعل في الأرض خليفة إيه يعني جاعل في الأرض خليفة؟ أن يقوم في الأرض بإصلاحها وإعمارها وإيجاد الصلاح فيها والحفاظ عليها وإعمارها واستخدامها لخدمة عبادة الله وده محور العقيد ومحور العباد أو محور الإيمان ودول في صلاح الآخرة وصلاح الدنيا بضبط أخلاقيات الناس معاملتهم بعضهم ببعض واستغلال الكون وإصلاح الأرض ونشر الصلاح فيه ولذلك لما إيه اللي جعل مثلا الإمام الرازي يذهب إلى هذا المذهب رب الله سبحانه وتعالى يقول وَلَقَدْ كَتَدْنَا فِي الزَّبُورِ بِنْبَعْنِ الدِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُوهَا عِبَادِيَا لَا أَوَ الصَّالِحُونَ الإمام الفخر الرازي يقول في عندنا هنا توجيهين أو اتجاهين للأرض أو معنى إيه للأرض ولقد كتبنا في الزَّبُورِ بِنْبَعْنِ الدِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضِ يَرِثُوهُ قال الأرض هنا الجنة كما هي في صورة الزُور مثلا ربنا سبحانه وتعالى تكلموا والسرق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زُور حتى إذا جابوها وفتحة أبوابها وقال إلو قزانا سلام عليكم قالوا الحمد لله إلا لها أورفنا ها الأرض نتبوأ من الأرض من الجنة فمعنى كده من الجنة هنا هي معنى هذا الأرض فالأرض إلى الجنة في كلامٍ للآذي برضو الأرض إلى الجنة ولقد كتبنا في الزَّبُورِ ببعض الذكر أن الأرض يعني الجنة لن يدخلها إلا عباد الله الصالح ويقول لأرض طريق لأن الجنة أعدت لما؟ للمنتقين لكن أيضا هناك اتجاهٍ للأرض يقصد بها الحياة الدنيا الأرض في الحياة الدنيا فيها ما يقول الفخر الرازي ولقد كتبنا في الزَّبُورِ ببعض الذكر أن الأرض يريثوها ويريثوها هنا ليس المنتقى ولكن يقهرها ويستولي عليها ويقول لأولاد الحليا فيها هذا معنى يريثوها لأنه ما تلك مثلا كلمة يارف من اللغة العربية من الشرط الميرعف يعني أن واحد يموت واحد يارف هذا هو الأصل في الكلمة لكن موجود مثلا كدعاني النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ما بتاعلي بيسمعي وبصري والقواتي أبلاً ما هي واجعله لا يعني إيجعل هو يعني هو العلم والبصر والسمع حيورث أبوالك بعد ما تموت يعني إيجعلوا الوارف؟ يعني إجعلوا آخر ما ينتهي مني هو الآخر ماشي؟ وإلا الله سبحانه وتعالى ولله ميراثه السماوات والبر يارف ايه؟ هو أصلا من وابك المنزل ولكن يارف يعني ايه؟ يعني كله سيموت ولا يبقى إلا ايه؟ هو دا معنى ماشي؟ فهنا لما قالوا ولقد كذبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض ينفها أي يستولي عليها ويقعرها ويكون صاحب اليد الرؤية فيها عبادة الصالحون قال لأخر الراصل أصالحونا لعبارتها يعني ياخذها بالأسباب ويجد ويكتشف ويضرب في ملاكبه ويطلع هنا ويطلع على القمر ومش يجيب الغبر على الباب وانه بدك إحنا ونطلوا على القمر أنه إحنا يجيبنا قمر على ايه؟ على الباب لذلك يعني شوف وعند يتطور كبير إذا إنسان سعى في ملاكب الأرض واستخرج كنوزها وأسرع ما يقول لها أسرع كل اكتشافات العلمية ليه ومش ربنا خليلها في الكون يوم ما أخرج السماء والأرض موجودة لكن الإنسان بيتطور في ايه؟ فإنه يكتشفها وبعد ما يكتشفها يعمل على تطويعها طبعا هؤلاء تكون لهم اليد العليا اللي بيقدموا في الحرارة الإنسانية بجزء وافد وبيريحوا الناس بحياتهم وبيبسلوا على الناس حياتهم وضيطوا المسافات هبلأ لهم الحق أن تكون لهم يد العليا في الهيه؟ في الأرض إنما يعني تشير زل مثلا له تعبير رارف يقول إحنا عدنا نجادل للتصوير حلال والحرار وانتهت الصوت العالي عندنا إن التصوير حرار فلم نعمل ولم نجد في اكتشاف آلات التصوير ثم هم اكتشفوا آلات تصوير عميقة جدا فصوروا الأرض التي نمشي عليه فاكتشفوا أن عندنا بطروب فجاءوا إلينا واستخرجوه ونحن نرحل غنم عليه إلى ندر يعلمشه إحنا بشير نرحل غنم فوقه ما نعرفش إني تحت منه لكن هم عرفوه عاصل التصوير عندنا يا حرارة التصوير عندنا حرارة فالذي يملك الأرض بهذه الشكل فاتجاه الفخرة شوف قال هذا الكلام أكثر من ثمانمائة عالية أن الصالفون هنا القدرون على تسخير الأرض فالكون وتسخيره هدف من أهداف الخلقة وهذا من صلاح الرشح يبا الهدف هذا أيضا القرآن دهلنا عليه أو حاول أن يلفت أنظارنا إليه يبا محور أساس الإيمان والعبادة والمحور التالي هو خير الدنيا وصلاح البشر بضبط معاملاتهم بعضهم ببعض وأخلاقهم وكذلك الاستغلال الكون واستغلال خيراته وتطويعه لخير الناس ولراحة الناس ومحور آخر أنا مسببها عشان يشمل هذه الأسماء محور الوسائل لأن الوسائل التثبيتية في القرآن الكريم لم تتوقف على القصص إنما أخذت أشكال المتعدد فمنها القصص ومنها ضرب الأمثال وضرب الأمثال يؤمن في القرآن الكريم تمام القرآن الكريم ضرب الأمثال موجود بكثرة في القرآن الكريم ده أكثر من أن يعلم وأرعب ضد جدا هم ضرب الله مثلا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا يقدر على شيء وهو كلم على مولاه إنما يوجهه ضرب الله رجل رجل فيه شركاء المتشاكسون رجلا سلما ليه وفيه أقسام كمان أقسام القرآن الكريم القسم الربالي اللي بيأتي إلى الأشبين بعض العقائد أو الأخلاقياتهم فلا وربك مثلا عايز يثبت هنا يثبت هنا التحكيم لله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في شجرة بينهم هكذا هكذا مثلا لما ربي لا يقسم والليل ويقسم والشمس ويقسم الأقسام هدي أقسام للتثبيت نشمع الحاجات كلها تحت بند اسمها وسائل تثبيت هذه الأركان والمحاة وده بيقوى الوحر يحتاج إلى أن نتفاعل ونتعرف عليه تمام؟ نعيد كده بسرعة يعني عشان نبصتها أكثر محور الإيمان ومحور إليه؟ العبادة ومحور خير الدنيا ويشهر الأخلاقيات والمعاملات واستغلال الكون وتسخيره يعني وتسخيره ومحور نسميه محور الوسائل التثبيتية وسائل تثبيت وسائل تثبيت هذه المحاور والأركان لو إن إحنا بصنا للمحاور دي جميعاً لن نجد القرآن يخرج عن ذلك في أي آية من آيات إما إنه يتكلم عن آية فيها اعتقاد أو آية تتكلم في أمر بعبادة أو نوع من تفصيل في عبادة أو الأخلاق والمعاملات واستغلال الكون وتسخيره ونظر فيه واستكشاف أسراره يعني مثلاً لما ربنا سبحانه على وجه الأنظار للبداية الخلق ألم يروا أن السماوات والأرض كانت رتقاً ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي هذه مش آية للدعوة لتسخير الكون لو بيقولك كيف الانفجار العزوية اللي الكلمة عنه هي الآية هي الآية هذه طيب هم ماتوا بيدوروا السماوات والأرض كانتها رتقاً رتقاً يعني كده ففتقنا وبعدين وجعلنا من الماء كل شيء نام كل شيء حي فبقوا بعدين إلا هيحصل هيحصل تلبعتها الأرض جميعاً قضته يوم القيامة والسماوات مطويات فبدلنا على البداية وذلنا على النهام فقدنا وجعلنا من الماء كل شيء نام كل شيء حي وهكذا نفضل من تكتير يعني نعم نتكلم عليه وعلم الاجتماع وعلم النفس وعلم الفلسفة وعلم علوم كثيرة جداً لها إشارات عظيمة جداً بالقرآن الكريم لتسخير الكون وثم الوسط طيب بالنسبة المحور الإيمان على ما ندور طيب الأول كما قال الشيء محمد الغزالة عليه وحمد الله التعريف أو التعريف بالله يعني كنت أقول التعرف على الله ولكن هو الأدق التعريف بالله التعريف بالله نعم ده جزء كبير كده تمام مش هتقول بقى الكون الدي تدلى على الخالقين لأن يكونوا تدلى على الخالقين هم حطوا فيه؟ في الوسائل لأن الوسائل القصص التفكر ضرب الأمثاء الأقساء كل ده القطاف ايه؟ في الوسائل طيب التعريف بالله تمام؟ التعريف أو الدعو بالإيمان بأركان الإيمان من التعريف بالملائكة تم التعريف بالملائكة في القرآن الكريم الرسم الكتب وليه أركان الإيمان اللي إحنا بها؟ بنؤمن بها الأيمان الأركان الست هل ورد القدر؟ في القرآن الكريم ورد الكلام عن القدر؟ طار ملغم كله بالكلم عن قدر تمام؟ كله في كتاب من قبل النبراء حتى لا تفرحوا بما أداكم ولا تأسوا على ما فاتكم وكل شيء أحصيناه في إمام وكل شيء خلقناه بالقدر هذا كثير كثير وإذا جاء أجلوه لا يستقلون ساعة ملايات ولا يستقل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله يا لا قل يدرككم الموت ولو كنتم في بروجٍ مشيدة لا في الآية أخرى نبرز الذين كتب عليهم القدر والآيات مضاجعي قل من تكتب القدر القدر في القرآن الكريم لا حاصر لا تكلم عن القدر طيب اليوم الآخر ده أكبر ركل من الأركان العقيدة تكراراً في القرآن الكريم مع الإمام بالله والإمام باليوم الآخر بالذات وهنتكلم عنه إن شاء الله الإمام باليوم الآخر بالذات جاء في محرض الحديث مع المؤمنين ومع الكافرين مع الكافرين في إثبات وجود البعث والحساب والنشور والجلة والنار والثواب والعقاب ومع المؤمنين جاء الإمام باليوم الآخر كثيراً ليراقبوا ويعملوا يا ربنا بيخطب من هنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن بمن كان يرجو الله واليوم الآخر واليوم الآخر مثلاً يعمل فمن يعمل مثقال درات الخير يرى ومن يعمل مثقال درات شرال يرى فجاء اليوم الآخر كثيراً يتكلم عن المؤمنين فهذا من أكثر الأركان تكراراً في القرآن الكريم وهو أهم من الحديث عن الموت في القرآن الكريم ليه؟ لأن الموت هل ينكروا أحد؟ في ملحد ينكروا مفيش ملحد ينكروا ليه؟ لأنه حقيقة موجود قاعد يشوفوا يعني مش غير موجود هذا الموت موجود وإلا هنسألوا أين أبوك وأين جدوك؟ صح ولا؟ سهلة جداً تفحموا فين؟ لكن المشكلة معهم فين؟ في اليوم الآخر في البعث إن فيه البعث معقلية دي المشكلة ولذلك هي مشكلته في البعث جاء في القرآن الكريم بطرق متعدد أو فيثباتاته جاءت بطرق بطرق متعدد تمام؟ لكن هذا هو محور الحقائق لو جينا ناخد التعرف على الله أولاً في محور الحقائق في محور الإيمان في التعرف على الله هنتعرف على الله على أسمائه وصفاته على وحدانيته على وجوده ماشي؟ الأسماء والصفات والوحدانية والوجود والربوبي يعني هو رب كل شيء هذا اللي انت عايز تتعرف عليه بالنسبة للتعرف على الله لبنا هتتعرف على الله الآن على وحدانيته على وجوده وجوده أول ثم وحدانيته وربوبيته وأسمائه وصفاته علاقته بخلق علاقته بخلق هل القرآن وفى في هذه الأشياء؟ نعم وفى في هذه الأشياء وهل هذه الأشياء موجودة في الفاتحة؟ نعم موجودة في الفاتحة أنا سأكلف اليوم بهذا المقدم حتى لا أدخل أجعل الأمور تدخل على بعضها معاكم ها؟ وسأبدأ في المرة القادمة هنأخذ بس مكتطفات سريعة مش هنأخذ بالتفصيل كيف ذكر القرآن أو عرف القرآن بالله في هذه الأشياء؟ وجوده، وحدانيته ربوبيته الأسمائه وصفاته وكيف محور الوسائل سانت في هذه الأشياء؟ وهذه الأشياء دي بكاملها موجودة في الفاتحة ولا لا؟ إذا استطعنا طبعا المرة القادمة لكن الأولى هنبدأ بكده هنعرف به في القرآن الكريم ثم سنثبت أنها موجودة في هذا؟ في الفاتحة كاملة غير منقوصة بالذات محور العقاء هنلقاها كاملة غير منقوصة في الفاتحة إن شاء الله نكتفي بهذا؟ تبتضر وأدعو دا سبحانه تعالى ليجعلنا وفيكم من من يستغرون الطولة فاكروا الأحسنة وأخذ دعوانا الحمد لله يا رب العالمين أي سؤال في الكرم؟ في الأوامر والنواني تخشتها منها؟ المعاملات جزء منها في العبادات وجزء منها في المعاملات وجزء منها في الأخلاقيات المعاملات فممكن يكون مثلا الأمر بالصلاة والاستيام والزكاة هذا في المعاملات مثلا لما يقول في المعاملات تمام؟ لما يقول مثلا يقول لك كونوا مع الصادقين يا يولدين أملوا طب الله كونوا مع الصادقين لما ده أمر فين؟ في الأخلاقيات وهكذا فالأوامر والنواة تشمل هذه الأشياء وقال يكون الأوامر والنواة أيضا تشمل العقائد بيجي فيها بيجي أبقى في شكل عمر ونائد يا يولدين آمنوا آمنوا بالله ورسوله مثلا ده أمر عقائد صحول لك؟ قل تعالوا قدلوا ما حرم ربكم عليه ألا تشركوا به شيئا ناهي لا ولا ناهي وبالوالدين إحسانا معاملات مثلا يا هتلاقي بأيدي الآية بلأت بالعقائد وثنت بالمعاملات وختمت بالأخلاقيات إن الله لا يعجبه من كان مختانا فخور كل هدي مش في الأمر بالنواة فالأمر بالنواة تشمل طب شاك في شريعة الوحدة آه نعم نحن قلنا في بعضهم قصة بالإسماء العقائد والشريعة بس أنا مدى المجعلة شريعة بس كل محور العبادات وديدخل في التشريع ومحور المعاملات وديدخل في التشريع ومحور المعاملات وديدخل في التشريع لاني فيه كلام في بحق في الفرق До inspirationals بس ده مش موضوع لو انت عري Gavin والمعامل وبعدين نر fordi الصباة وبعدين الفرق بين الصباة والأسماء وبعدين، هلك لأسماءQue الصحيحة أو valu الصحيحة وотри بعلي في القرآن أو الورد في الكتاب لانها توقفية وانا مش توقفية وكيف اتعرف على الفرق من الصيب والاسم هذا موضوع ممكن انه مستقل لكن انا احب لعرفاتك ببساطة بغير ما انا لكن مثلا خلينا اقول لك حاجة ده عشان ما تتعرف طلعا مثلا مثلا لما تقول السميع ده اسم مثلا يعني لكن السمع صفح ماشيك سميع اسم السمع صفح ماشيك ده؟ دابعا. فاتبالك منها المان ولا لسا؟ نا بات ان شاء الله حاجة كيليه عز سريعه ان شاء الله وما يوجدش تحويل الصفح لاسم لو ما كانش الاسم مسبوع ماتبشيرتش علاج بس ما تقولش يا اه السمع اه صفح بس سميع اسم بتاعها لان الاسم لازم يكون ايه؟ توقيفي بمعنى ايه؟ يعني ربنا ذو الجلال والاكرام صفح والاسم. ذو الجلال والاكرام. صفح. 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 تمام؟ ممكن اطلع منها اسمين؟ الجليل والكريم. والكريم. الجليل عفعت الوضع عليها لانها لم تنت. لم يرن بها القرآن ولا سنة. انما الكريم متوافق عليها لانها الموجودة من القرآن والسرعة. شو على الانترنت. خاتم لك من غلط صفح. انا مش حاول. فاتم؟ لا يعني اسماء توقيفية.